الفطائر حبار و 400 غزال من نوعي الاطلس والريم تم اطلاقهم للتكاثر بمنطقة القصدير بولاية نعامة هذه العملية التي تدخل في اطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و دولة الامارات تهدف الى اعادة التوازن الايكولوجي بالمنطقة الفكرة هي اعادة الحياة الفطرية والبيئية لمنطقة نعامة وصحراء نعامة وعادة الحياة زي ما كانت سابقا وجود الغزال وجود الطير وجود غيره عملية اطلاق واحدة ما تكفي لابد انك يكون في تعاون من جميع الجهات لديمومة الحيوان هذا في المنطقة وعملية اطلاقها تكون هناك عملية اخرى لاحقة لكن انا ارجع وعيد وكرر انه عملية المعافظة على البيئة هي عمل كل الجهات المختصة هذه العملية هي الثالثة من نوعها اذ تم السنة الماضية اطلاق 700 غزال و 2500 طائر حبار تمكنت هذه الكائنات من التأقلم بصفة جيدة في سهوب ولاية نعامة لاحظنا ان هناك نتيجة ايجابية وبالتالي تم الاتفاق على اطلاق دفعة اخرى من الغزلان وذلك لاحياء التنوع البيولوجي على مستوى ولاية نعامة وككل ان شاء الله رح يكون عملية اطلاق اخرى ان شاء الله هذه المبادرات تساعد على احياء سلالات حيوانية تكادتا قريب ونجاحها مرتبط بعمل الجميع على تواصل مثل هذه العمليات